ويكون مشروع حياتها اندثار هؤلاء فأحسن من يدعو إلى الله هو أحسن من يعرف الله من أهل السنة أولى ألف مرة من كثير مما دار بينكم في الفترة الماضية لا أن تهون هكذا لأصحاب القنوات في معرفة هذه النقاط ناعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تذكرون هذا المقطع كنت أتكلم عن أولوية التوحيد والعقيدة في البناء العلمي والجهود الدعوية خاصة توحيد الأسماء والصفات وكثير منكم علق يقول نريد أمثلة لتوضيح المعنى أكثر ولعل في الآتي شيء من هذا التوضيح والتمثيل فإن أكثر ما أهمني في الفترة الماضية خلال هذه الخصومات والجدل الدائري بين المنتسبين للسنة تشكل طرف ثالث أو بالأحرى هو كان موجودا ولكن قوية شوكته وتجرأ أكثر وأظهر رأسه وعلى صوته شيئا فشيئا وهذه الأطراف المنتسبة للسنة بعضها مشغول عن هذا الطرف الثالث تتركه تتجاهله مع أن خلاصة قول هذا الطرف هدم لهذا القسم من التوحيد ومع ذلك يترك أو لا يصدونهم بالنشاط الذي يصدون به إخوانهم مع أنهم يسمعونهم يقولون لا يهم الأمة اليوم الله في السماء في غير السماء القرآن مخلوق مش مخلوق لا يهم كل هذا لا يهم الأمة اليوم بحاجة أن تهتم بقضايا المسلمين الحقيقية ترى أشغلتمونا بالمعارك السلفية الأشعرية يقولون هذا يقولون هذا والكلام والله يا إخوة مؤلم الكلام مر لأنه يضرب أساسيات عقيدتك كمسلم يا أخي هداك الله إصابة الحق في الصفات الإلهية قسم من أقسام التوحيد يا أخي ما قيمة قضايا الأمة السياسية إن ضاع هذا ما قيمة عودة الأمة للعبادة والتزكية والأخلاق إن ضاع هذا أنت أيها الداعية أيها المصلح صيانة متابعيك من الزلل في هذه المسألة من أولى الأمور وأنفع الجهود والثغور والله هذا أولى ألف مرة من كثير مما دار بينكم في الفترة الماضية يا جماعة فاضة التعليقات عندي وعندكم بهوان هذه المسألة عند الناس هونوا من أصل البحث ولا حياة لمن تنادي والشباب في الواقع تردد هذا كثير من نشئ المسلمين يعتقدون أن هذه المسألة لا فائدة منها هذا عندي أخطر وأشد أن هذه القضية العقدية العظيمة لا يتعلق بها ولاء ولا براء هذا المفروض أخطر وأشد مما كنتم تتناقشون فيه خاصة أن هذا التيار هذا الطرف الثالث له دعاء له منصات تدعو إليه هناك عداد كبيرة فتنة واعتقدت فعلا أن الرد على الأشاعر أو الاشتغال بتعليم هذه المسألة من تفريق الأمة وليس الأمر كذلك هذه عقيدة هذه الصفات الإيمان بها تفصيلا هذا أعظم الإيمان وتحريفها هذه جريمة عظيمة عظمها جدا السلف وينبغي أن تبقى كذلك لا أنتهون هكذا ولذلك أنا حريص جدا أن أذكر لكم بعض النقاط بعض الثمرات أرسلها لكل صاحب مشروع دعوي أرسلها لأصحاب القنوات أرسلها لمن يبني نفسه الآن ليكون طالب علم وداعي أو عالم في المستقبل أرسلها لكم لتلمسوا حقا قدر الغش الذي يفعله معك من هون في نفسك هذه المسألة أو من استخف بهذه المعارك مع الأشعارية وتنزه عن هذا الثغر واستعلع على الفرسان فيه سأذكر هذه النقاط من غير ترتيب أصحاب مشاريع صد القبورية فإن هذه المسألة لها أثر في إضعاف المد القبوري لأن الأشاعر والصوفية القبورية منذ سبعة قرون وهم قرينان متلازمان أكثر أو كل صوفي أشعري وكل أشعري صوفي ولو بدرجة من الدرجات فهذه بريد لتلك وأخذ توحيد التفت في البلاد التي من حولك لترى كيف أن انتشار الأشعرية في مكان يعني تلقائيا انتشار بذور القبورية وشرك الأضرحة ولذلك المعركة مع الأشاعر من ثمارها صيانة توحيد الأسماء والصفات وكذلك صيانة توحيد العبودية فأنت أخي صاحب مشروع الرد على الصوفية قف مع إخوانك ولا تزهد في جهودهم بل كن معهم فارسا في مقابل هؤلاء الأشاعر الجهمية قطاع الطريق ثم أمر آخر هذه المسألة لها أثر في استقرار القلب وسكون النفس والطمأنينة وأنه لا يفعل إلا بحكمة بالغة يريدها سبحانه وتعالى سواء في السراء أو الضراء أو الغنى أو الفقر كل ذلك وراءه تدبير دقيق ولطف خفي هذا من الإيمان بالصفات من الإيمان بصفة الحكمة له حكمة فيما يقدر ولكن هؤلاء الأشاعر ينكرون هذا يجحدون كل هذا هؤلاء الذين نعاركهم يقولون لا يفعلوا لحكمة ولا لغرض ولا لغاية كأنما يقولون يقدر الأقدار هكذا عبثة كم من سوء الظن بالله سينتشر بانتشار هذا المعتقد فالمعركة لإيقاف هذا الضلال فيا أصحاب مشاريع بث الأمل والصبر على الأقدار أعينوا إخوانكم ثم هذه المسألة يا من تتلو القرآن لها أثر في توقير كتاب الله جل وعلا فليس من العقل بل والله من الإجرام أن تظن أن المسلم الذي ينظر في كلمات المصحف على أنها الكلمات التي تكلم بها الله جل وعلا حقيقة حرفا حرفا حقيقة أن تظن أن إيمانه وخضوع قلبه وخشوعه لما بين يديه في المصحف من الكلمات الإلهية سيكون كذاك الأشعر الذي يقول هذه الكلمات كريمة ولكنها ليست كلمات الله والأحرف التي تكلم بها الله وإنما هذه عبارات مخلوقة وكل مخلوق ناقص وكل مخلوق يموت فشتان بين هذا الضلال وبين معتقد أهل السنة فيا تالي القرآن إياك أن تموت هذه المعارك لأنها معركة نحو توقير أكثر لكتاب الله جل وعلا كما ينبغي أيضا المسألة لها أثر في فهم كتاب الله جل وعلا لأنه لا تخلو صفحة من كتاب الله جل وعلا إلا وتحوي من صفات الجمال والجلال الشيء الكثير ويغزل عوام هؤلاء الأشاعر ويقولون أيها العامي المعنى الظاهر الذي تبادر إلى ذهنك من هذه الصفات التي تلوتها كفر كفر فيا أيها العامي كلما قلبت صفحة في المصحف انتبه ألا تقع في الكفر قبحهم الله فيما ينسبونه إلى كتاب الله هذه المعركة بين أهل السنة والأشاعر هي معركة بين الحق وبين طائفة تضع حواجز بين المسلمين وبين فهم الخطاب القرآني في أعظم ما نزل القرآن لأجله وهو تعريف العبد بربه لذلك أشد على ساعدك يا حامل القرآن إياك أخي أن تموت هذه المعارك إياك وحتى أنت أيها الغيور على الحاكمية جزاك الله الخير لكن اعلم أيضا أن النشر مذهب أهل السنة في شأن الصفات الإلهية هو من تحكيم الشريعة بل هو أعلى رتبة من تحكيم الشريعة في الحدود والأموال وغيرها والكل واجب نعم لكن إحقاق الحق في الصفات هذا متعلق بأحد أقسام التوحيد الرئيسية فكيف تدعو للحاكمية ثم تترك هذا وتزهد فيه فاعن إخوانك أخي ولا تستحقر معاركهم مع الذين لا يحكمون بما أنزل الله في شأن الصفات ثم المسألة لها آثر في حسن دعوة غير المسلمين فأحسن من يدعو إلى الله هو أحسن من يعرف الله من أهل السنة فاندثار هذا المعتقد الأشعري هذا مطلوب لك أيها الداعي حتى تصف تلك الجبهة الدعوية ولا يبقى فيها إلا من يعرف الله بصفاته كاملة غير منقوصة تامة غير محرفة ولا مفوضة فهذا أدعى لتعريف الخلق بالله حقا هذه من الثمرات فأعينوا إخوانكم ولا تخذلوهم كونوا ظهرا لهم كونوا مثبتين لهم ثم إن المسألة لها أثر في قوة الوعظ لأن أعظم النعيم هو رؤية الله جل وعلا وأعظم الحرمان هو حرمان هذا النظر إلى وجهه الكريم فالواعظ الذي لا يؤمن برؤية الله ولا يؤمن بوجه الله هذا قد فقد أعظم ما يحصل به الترغيب والترهيب للناس وهذا مجرد مثال وإلا ما يفقده الوعظ من غير أهل السنة كثير فالسعي لإنهاء الأشعرية سعي لحسن الوعظ وقوة الترغيب والترهيب حتى في أمر التغريب فاسمع يا من يقف على هذا الثغر معركة الصفات تهمكم جدا فأنت لما يؤسس المسلم على إيمان صحيح بصفات الجلال ونعوت الجمال لله سبحانه وتعالى ويتعلم أن هذا أهم المطالب ويؤمن أن هذه أعلى العلوم والمعارف إطلاقا ثم يتغرب فهل تراه ينبهر أيكون انبهاره بعقولهم كم بهار الذي لا يؤمن بهذه الصفات أو لا يؤمن بأن هذه المسائل أعلى العلوم أيكون تفخيمه لعلومهم الدنيوية مع سقطاتهم العظيمة في معرفة الله أيبقى من هذا التفخيم شيئا ذابان المفروض لا فهذه المعارك وانتصار السنة فيها تثمر عزة لا مثيل لها وهذه العزة من أهم أسباب صد موجات التغريب اليوم ثم يكفي والله يكفي يا إخوة أن لها أثرا في العبادات في قوة خشوع القلب ونحن الآن أمام موسم عبادة وموسم توبة وتجديد فأخبرني مثلا من يصلي لله في الليل وهو يعتقد نزول إلهه إلى السماء الدنيا ويعتقد أنه ينادي هل من مستغفر هل من تائب كما جاء في النصوص أيكون هذا قلبه كالذي يصلي وهو كافر بكل ذلك بالله أخي من يسجد وهو يعتقد أن ربه من فوقه حقيقة هذا يكون خشوعه في سجوده كغيره أيضا ذكر الله من يعتقد أنه إذا ذكر الله الآن في جماعة ذكره الله سبحانه الآن في جماعة خيرا منها كما جاء ذلك في النصوص الآن هذا الذاكر لا يكون كمن يكفر بذلك ويجحد والعياذ بالله والأمثلة كثيرة في الأثر السيء للمعتقد الأشعري على العبادات فالمعركة معهم وانتصار مذهب أهل السنة عليهم هذا قوة للعابدين وقوة لأثر العبادات على المسلمين والحقيقة يا إخوة هذه النقاط أنا اختصرتها جدا وتركت أكثر مما ذكرت فالمسألة كثيرة الثمرات أن لم أتكلم مثلا عن أثر المسألة في الجرأة على المعاصي فمراقبة الله عند من يؤمن بأن الله يسمعه الآن ويبصره الآن ليست كالأشعر الذي لا يؤمن بذلك كله حتى صد النسوية من تنشع على أنها إذا مرت بنصوص صفات فاستشكلتها طبقت قاعدة أمروها كما جاء هذه هل ستنسى هذه القاعدة في أحكام النساء التي تستشكلها النسوية؟ أبدا حتى في استباحة البدع بدعوة أنها بدع حسنة وهذا باطل فليس في الدين بدعة حسنة والمقصود أن الناشر الوحيد لهذه الضلالة هم الأشاعر ففي إيقافهم إيقاف لانتشار هذه الفكرة بين الناس وأيضا هم شوهوا علم التوحيد ونفروا العوام منه لأن هؤلاء الأشاعر يصورون للناس أن التبحر في علم التوحيد يعني التبحر في علم الكلام والجدليات المنطقية وليس الأمر كذلك أبدا عند أهل السنة السلفية أيضا في المسألة حفظ لإجماعات المسلمين فهؤلاء الأشاعر خرقوا عددا من الإجماعات العقدية سواء في الإيمان أو في القدر أو في الصفات فأي وزن يكون للإجماع إذا انتشر هؤلاء وتساهلنا معهم فيها أيضا حفظ لمقام علماء السلف وكتب السلف فالسلف الكرام لم يصنفوا في مسألة عقدية كتصنيفهم واهتمامهم بهذه المسألة ولم يردوا على خصومهم بقدر ما ردوا على خصومهم في هذه المسألة فحينما نقرر أن هذا ضياع للأوقات وجدل مذموم وانشغال بما لا طائل تحته فكيف بعد ذلك ستكون نظرتنا لعلماء السلف وجهودهم سنزهد فيهم أليس كذلك سنرى أنفسنا أحكم منهم أليس كذلك وغير هذه النقاط غيرها كثير كثير كل هذا يكشف لك أن هذه المسألة لها أثر كبير في كل أبواب الدين الانتصار للحق فيها هذا يؤثر إيجابيا في كل المشاريع الدعوية اليوم بدرجة من الدرجات بل والله كل نقطة تستحق مقطعا مستقلا ولكنني اختصرت والمقصود يا أخ التوحيد ألا تسمح أن يقال في الصفات الإلهية والوصول للحق فيها بأن هذا ترف فكري إياك أن تسمح أن يضرب بهذه المسألة مثلا للمسائل التي لا طائلة تحتها أعوذ بالله من هذا الكلام أعوذ بالله إياك أن تسمح أن يعامل الفرسان في ميادين هذه المسائل معاملة المشاغبين الذين يضيعون أوقاتهم قل واصرخ قل هذا جهاد الراد على أهل البدع مجاهد وهؤلاء من أخطر أهل البدع فلا تخذل إخوانك في هذه الميادين وادعوا لهم وانصرهم ولا تزهد في جهودهم ولا تبخس هذه الأوقات وهذه الردود على الجهمية الأشاعرة الذين أفسدوا على الناس أديانهم وعرضوهم للكف لأن من مقالاتهم مقالات كفرية نعم المعركة بين السلفية والأشاعرة معركة إيمان وكفر معركة لتصحيح معرفة الله جل وعلا معركة ليعبد الله فإن الجهمية الأشاعرة يعبدون الناس لغير الله الموصوف في الكتاب والسنة فالمجاهدين هناك أنبلوا الناس وأعقلهم وأحكمهم لو كنتم تعلمون جزاهم الله خيرا جزاهم الله خيرا هكذا يقال لهم وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وأن يجعلكم إخواني منهم وأن يكتب هذا في صحائف أعمالنا فإني أرجو الله أن يكون من أثقل الأعمال خاصة في هذا الزمان الذي يأن فيه هذا الثغر فالدعاء وأصحاب الشهر الواقفين في هذا الثغر قلة لذلك أكرر على مسامعك هذا الثغر يا إن أنت أخي يا من تبني نفسك علميا اليوم أنت مطلوب للتجنيد اجعل لهذا الثغر نصيبا من جهودك وإعدادك فلتكن منكم طائفة تصلح ما أفسده الجهمية الأشاعرة وتنبري لذلك ويكون مشروع حياتها اندثار هؤلاء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا هذا المقطع مختصر ولعلنا هنا نقف ووصيكم أخيرا أن ترفعوا الهمم في هذا الشهر المبارك وتقربوا إلى الله جل وعلا وتعرفوا عليه بأسمائه وصفات جلاله وجماله سبحانه وتعالى وإني أتوسل إلى الله جل وعلا بهذا الجهد إن هو تقبله وهو الكريم أن يفرج به على المسلمين في أرض غزة وفي سوريا وفي كل مكان إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر